اصدارات البرامج كيف نقرأها ما ان يتصل جهازك بالانترنت حتى تبدأ رسائل تحديثات البرامج بالتتالي الى سطح المكتب وتبدأ بمشاهدة ارقام الاصدارات مثل version 1.25.1.3 وغيرها فما هي هذه الارقام والى ماذا تشير وكيف نقرأها رقم الاصدار هو رقم فريد او تسلسل من الارقام التي تخصص لنسخة محددة من برنامج الكتروني ملف برنامج تعريف او حتى قطعة من العتاد الصلب هاردوير وبشكل نموذجي مع كل تحديث او نسخة كاملة جديدة يتم اصدارها من برنامج ما فان رقم الاصدار سيزداد اي بامكانك ان تقارن رقم الاصدار الموجود لديك مع رقم الاصدار الذي يتم اطلاقه لبرنامج ما وذلك لتعرف اذا كنت تملك احدث نسخة تم اطلاقها يتألف رقم الاصدار بالعادة من اعداد مقسمة الى مجموعات يفصل بينها فاصلة وبشكل عام ان الزيادة بالجزء اليساري من الرقم تشير الى تعديل رئيسي في البرنامج والزيادة في الجزء اليميني فهي تشير الى تغيير ثانوي وبسيط جدا على النسخة اما الزيادة في الارقام الوسطى فتشير الى درجات مختلفة من التغيير على سبيل المثال اذا قمت بتنصيب برنامج اصداره 3.2.34 فان الاصدار القادم قد يحمل الرقم 3.2.87 والذي يدل الى انه قد تمت بعض الاختبارات الداخلية والنسخة الحالية محسنة بشكل طفيف اما الاصدار 3.4.2 فهو يشير الى ان تحديثات جوهرية قد تمت والنسخة 4.0.2 فهي تشير الى اصدار جديد من البرنامج مما قد يشمل تغيير واجهة المستخدمي ايضا لا يوجد طريقة مشتركة لكل التطبيقات لترميز الاصدارات الخاصة بها فبعض التطبيقات تعتمد ثلاث مجموعات رقمية وبعضها اربعة وبعضها اكثر ولكن اغلب المطورين يعتمدون القواعد السابقة التي قمنا بذكرها قد تقوم بعض الشركات باستخدام اسماء للاصدارات للدلالة عليها وتكون هذه الاسماء مقابلة لارقام معينة فشركة مايكروسوفت تعتمد على الاسماء مثلا ويندوز 7 وهذا الاصدار يحمل الرقم 6.1 والاصدار ويندوز 8.1 يحمل الرقم 6.3 وتتبع شركة اندرويد الطريقة نفسها وتقوم باطلاق اسماء اطعمة على اصداراتها مثل اصدار ايس كريم ساندويتش هو الاصدار الذي يحمل الرقم اندرويد 4.0 يليه الاصدار المسمى جيلي بينز وهو يحمل الرقم اندرويد 4.1 تكمن اهمية ارقام الاصدارات بانها دلالة واضحة على المستوى الذي وصل اليه هذا البرنامج او اي جزء اخر من نظام التشغيل سواء كان عتادا صلبا او برمجي تلغي ارقام الاصدارات الالتباس حول اذا ما كان الاصدار الموجود لدى المستخدم هو الاحدث او لا وهذا شيء مهم حاليا حيث ان الاخطار الامنية والثغرات متزايدة في عالم البرمجيات بالتالي الحاجة المستمرة في تطويرها والحصول على التحديثات التي تحوي على الرقم باتش التي تعالج نقاط الضعف بشكل مستمر بالنسبة لنسخ برنامج لكروم كروميوم فهي تتألف من اربعة اقسام كما يلي ميجر بوينت ماينر بوينت بيل بوينت باتش الجزئين الاول والثاني او الاساسي والثانوي يتم تحديثهم مع اي نسخة جديدة من جوجل كروم يتم اطلاقها سواء كانت نسخة اختبار بتا او نسخة ثابتة ستيبل الجزء الثالث هو البنية ويجب تحديث هذا الرقم كلما تم اطلاق تحديث جديد مبني بالاعتماد على النسخة الحالية الجزء الثالث هو البنية ويجب تحديث هذا الرقم كلما تم إطلاق تحديث جديد مبني بالاعتماد على النسخة الحالية أي كل أسبوع تقريبا بنية جديدة أي يزداد هذا الرقم مع كل تطور لشفرة كود البرنامج الأصلية بالتالي الشفرة الموجودة في البرنامج ذات البنية رقم 180 هي أحدث من الشفرة الموجودة في البنية ذات الرقم 177 أما الجزء الرابع وهو يشير إلى الرقعة باتش فيزداد وذلك بالنسبة إلى بنية معينة أي إنه عند الانتقال إلى بنية جديدة يعود هذا الرقم إلى الصفر فإذا كان لدينا الإصدار 0.3.154.9 وهو ذات البنية 154 ومن ثم تم إطلاق الإصدار 1.3.154.56 نستنتج أن الإصدار الجديد هو من نفس البنية 154 بالتالي شفرة المصدر نفسها ولكن تم إضافة الكثير من الرقع باتش لإصلاح الأخطاء ومعالجة الثغرات حيث أن إصدار الرقع إزداد من 9 إلى 56 أخيرا نلاحظ تغير الرقم الموجود في القسم الأساسي ميجر من الصفر إلى الواحد وهو يدل إلى أن هذه النسخة كانت إصدارا تجريبيا بيتا وأصبحت إصدارا مستقرا ستيبل قبل أن يعتمد المطورون أي تعديل على إصدار معين من أحد البرامج ويصبح من ضمن النسخة المستقرة ستيبل يتم اختباره في إصدار من النسخة بيتا أو النسخة التجريبية النسخة المستقرة ستيبل هي النسخة التي تم اختبارها بشكل كامل من قبل فريق الاختبار وتعتبر الأفضل أما النسخة التجريبية بيتا فهي التي يتم اختبار التحديثات والرقع عليها قبل تثبيتها بشكل نهائي ضمن النسخة المستقرة ويتم تحديثها بشكل أسبوعي تقريبا ويستخدمها الأشخاص الذين يفضلون الحصول على التحديثات والرقع فور صدورها حيث أنها تبقى في مرحلة التجريب لشهر أو أكثر قبل أن تصبح مثبتة في النسخة الثابتة ويوجد نسخة ثالثة تدعى بنسخة المطورين وهي التي تحصل على التحديثات أولا بمعدل تحديثان أو أكثر أسبوعيا ولكن لا ينصح بها حيث أنها تحتوي على العديد من الثغرات والمشاكل البرمجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر